لكن عايز اقول لمونة زاكي انه انتي الطبقة المتوسطة المصرية انتي الفنانة المصرية الحقيقية الموهوبة الشجاعة هذا ما قاله ابراهيم عيسى لامرأة خلعت ملابسها الداخلية امام الناس وقالت الفاظا منافية للاخلاق يوم شجعة على الشذوذ فتجده يقف لها احتراما وتقديرا ويكيل لها المديح يمكن لان الناس عارفة ان كنت واعز فظ احتمال فبنجلكش في اللحظة دي لانت عملت ده ملوش علاقة بالوعظ وهذا ما قاله عن امام مطروح الذي كان يلوم على الناس تركهم المساجد لمشاهدة المباريات لا تتعجب فهذا الرجل تشعر وكأن عنده خلل في العقل وانتكاس في الفطرة وتدن في الاخلاق والله لكأني بالشيطان ينظر الى هذا الرجل نظرة اعجاب فيصدق في هذا الرجل قول القائل كنت من جند ابليس حتى ارتقى بي الحال وصار ابليس من جندي كان الجامع تحت بيتي والمكروفون في بلا كونتي لما كان الادام بيدا كان بقى بتتهز في البيت والمتجهز والتلاجة حاول تقنع نفسي ان التلاجة بتتهز بالخشوع والمتجهز بيتهز من الضراعة لسمع اذان المؤذن اضحك يا رجل اضحك نعم دمه ثقيل نعم اعلم ان دمه ثقيل ولكن ماذا نفعل لك يا استاذ ابراهيم اذا كنت معتوها فليس هناك احد من المسلمين يعتقد ان الجمادات تحتز من الخشوع عند سماع الاذان الا المعاتيه والحمقى ولكن هنا سؤال يطرح نفسه اذا كانت كل هذه الاشياء اهتزت فلماذا لم يهتز شنبك لماذا سؤال يحتاج الى اجابة واخيرا انصحك بان تعرض نفسك على طبيب نفسي ليعالج الحمقى والعته ولكن لا اظن انه سيجد لك علاجا فالشاعر يقول لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها المسلم سنة 2022 مش محتاج اي رجل دين ولا اي شيخ في حياته هيعلمك ايه هيعلمك ايه الشيخ الصلاة والصوم وانت مش عارف الصلاة والصوم صل وصوم يا الله كنت ساضيع في غياه بالظلمات والضلال لان لم استمع لهذه الكلمات البراقة الرقراقة التي تضيء الظلمات سيعلمك الصلاة والصوم صل وصوم الامر بسيط فماذا افعل اذا اردت الحج جميل ساذهب الى المطوف ليعلمني الطواف ولكن انتظر المطوف هذا شيخ وانت قلت منذ قليل اني لا احتاج الى شيخ في سنة 2022 كيف تقول اني لا احتاج الى شيخ وفي نفس الوقت تطلب مني ان اذهب الى شيخ ليعلمني الطواف ما هذا وهذا هو قمة الاعجاز اللغوي اللولبي الفهلوي عند الاستاذ ابراهيم هذا طبعا بعد اعجاز الحمالات طب لم يجي يقولك الاسراء والبعراج طب ايه راك انه ما فيش معراج كل دي قصة وهمية كاملة سأثبت لك الان ان هذا الرجل ينفي ما هو موجود في القرآن والسنة المتواترة وسأثبت لك رحلة المعراج التي ينفيها من القرآن يقول الله تعالى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فسدرة المنتهى وجنة المأوى في السماء السابعة يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرة اخرى في السماء السابعة عند سدرة المنتهى وجنة المأوى وهذا في رحلة الاسراء والمعراج فثبت لك رحلة المعراج التي ينفيها من القرآن ثانيا تواترت الاخبار عن رحلة الاسراء والمعراج فرواها ما يزيد عن عشرين صحابيا وأخيرا اكتب عني هذا اتحدى هذا الشخصا يأتي بدليل واحد صحيح على كلامه إلا إذا كان يروي عن أبي جهل بسنده المتصل المليء بالكذابين والوضاعين أمثاله فهنا الأمر يختلف شكرا